واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 529 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 352 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاع على السلع المدعومة تم ضبط 89 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأسعار الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 239 طن في مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 13 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 363 قضية من بينها 137 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 105 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلى فتم ضبط سبع قضايا بمضبوطات 140 طن